يا صباح الفل يا صباح الجمال يا صباح مصر يا صباح النصر في يوم جميل أنا من دميات بلد الجمال وروعة أنا من دميات اللي المحافظ بتاعي اسمه الأستاذ دكتور أيمن الشهابي محافظ عظيم يا بختك يا دميات جالك محافظ بحجم الدكتور مهندس أيمن الشهابي العالم الهندسي العظيم دميات فرحانة والسعيدة بالصورة اللي هننزلها دلوقتي على الشاشة لأول مرة من زمان المحافظ وسط الجماهير صورة بألف صورة المحافظ بكل بساطة وسط الجماهير لما مركزين في الصورة الحارس اللي كان مع السادة المحافظ الحارس الأمني كان اسمه ياسر في اليوم ده ياسر كان بين عن الصورة اللي وقف في الصورة دي أعتقد الأستاذ أحمد حسن أحد المحامين من دميات بيستعرض مشاكل بلده وبيتكلم ببساطة شوفوا المحافظ شوفوا ابتسامة المحافظ شوفوا الجمال الضميطة بيقولوها بالصوت العالي بعدما المحافظ طهر العديد من بقر الفساد المهمة اللي كان الشعب الضمياطي بيطالب بتطهرها بيقولوها بصوت عالي على المحافظ إنه العيب وهداف وفرود بطريقة القورة وبيقولوها بالصوت العالي مع حفظ الألقاب طبعا وكل الاحترام للألقاب بص شوف أيمن بيعمل ايه ما احترامنا لأستاذ دكتور مهندس محافظ دميات هداف بجد الصورة تغني عن ألف صورة وبص وشوف أيمن بيعمل ايه هتف الضميطة دلوقتي بعدما المحافظ طهر بقر فساد كبيرة المحافظ بيوصلو الشكوى في أي وقت اللي تلاقي الجن المتابعة والجن الحوكمة وهو بنفسه ممكن تلاقيه بيفحص الشكاوي هو بنفسه تلاقيه بيتحرك لكل مكان كثير من جوالاته اللي يتم تصورها كثير من تحرقاته اللي يتم تصورها بجد الشرع الضمياطي لابد يفتخره بيقولي سيد الرئيس بعتلنا هدية جميلة والله الضمياط والله بجد يا رئيس بعتلنا هدية من العيار السقيل أنا على الهواء النهاردة بعد قررت أخيرة بجد تدل اللي معنا محافظ عزين فضمياط أنا المواطن الضمياطي الإعلامي عمار فؤاد هنا من قناة الحدث الفضائية على الهواء مباشرة بقول للسيد المحافظ شكرين يا فندم برافو دكتور أيمن برافو نسأفلك قدام الدنيا كلها برافو يا سيد المحافظ برافو يا سيد المحافظ برافو يا سيد المحافظ بجد لا ده عندنا محافظ بجد يا جماعة لي عشم ونجاي العديد من أهل بلدي أمنونا وصلوا لسيادك بنأمل في زيارة سيادتك القريبة لمدينة السر وسيادتك زورة المستشفى عايزين سيادتك بقى الزيارة الميدانية لمدينة السر يقوم من ضمنها شارع النواحين أو شارع النواح هناك مشكلة بطعيق رصف هذا الشارع الأهالي بيطلبه يعني معاين سيادتك الشخصية لحل مشكلة هذا الشارع في مجال مياه الشرب والصرف الصحي واسقين إن سيادتك هتزور الشارع إن شاء الله الأيام القادمة وتشوف مشكلته واتحل لها بإذن الله تعالى سيادت المحافظ العظيم أيضا في موضوع يخص حديقة الطفل وفي منطقة قدامها للتوسعات في مدينة السر عايزين حديقة الطفل تكبر ويبقى في حديقة على مستوى أكبر عايزين سيادتك تعاين المكان ده بنفسك وتدي في النظرة التصورية لتوسع أكبر لحديقة الطفل في السر ولعمل مجمع طرفيه محترم لأهل السر ويقوم في توسع لمنطقة كورنيشن نيل من المنطقة اللي هو فيها حاليا إلى وصولا إلى حديقة الطفل بتوسع أكبر وأجمل في عهد السيادة كسبت المحافظ والعديد من الأحلام التي تتعلق ببلد السر قد يقولون دائما تتحدث عن السر السر موطني يا سادة السر بلدي يا سادة وهل يعني يمكن أن نعشق أكتر من بلدنا التي تجري في دمنا هذا هو الجزء الأول اللي معنا النهو أجي بعد كده لراسل بر وجمال راسل بر شركة القدس في راسل بر بقيادة صديقي العزيز الأستاذ أحمد عتمان أبو الحمايل شركة القدس في راسل بر بقيادة قبطان العقارات أحمد عتمان أبو الحمايل عاملة مكان فيديو محترم هننزل فيه بعد قليل هننزل فيه بعد قليل هننزل طبعا بالأرقام الأول بس المكان ده قبل ما ننزل بالفيديو المكان ده في مصر فقط لا غير وليس في أوروبا المكان ده اسمه جزيرة راس البر في دميات قطعة صعبة تلاقيها في العالم كله في منطقة لسان اللي فيها معجزة من آيات الله مرج البحرين يلتقيين بينهما برزخن لا يبغيان شركة القدس في راس البر بقيادة قبطان العقارات أحمد عثمان أبو الحمين الرقم بتاعهم على الشاشة أعتقد نزل دلوقتي الفيديو اللي جاي ده يدل اللي عندنا شركة عقارات في دميات وفي راس البر فخر للراس البر وفخر لدميات وفخر لمصر كلها أحمد عثمان أبو الحميل فخر لنا جميعا شاب جميل رحمة الله على ربك وأستاذنا الجميل أستاذ عثمان أبو الحميل المحترم وربنا يبارك في الست كل والدتك بجد أن تفخر لنا جميعا يلا بينا ننزل بفيديو جميل عن شركة القدس برس البر ترجمة نانسي قنقر